اشتركوا في القناة الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنهن بعد وفاة النبي قصرنا شعورنا حتى كنا كالوفرة نعم فرجعت إلى لسان الميزان وغيره وجدت الوفرة إلى شحمة الأذنين نعم ويفرقون بين الوفرة والجمة واللمة نعم فما الفرق بين هذه وهذه نعم الفرق أنهم لكل حادث حديث الرجال الآن بدأوا يقصون بدأ كثير منهم يقصوا رأسه إلى حد الكتف أو أعلى قليلا فحينئذن تقول مرأة وقعت فيما يباع لها وقعت في التشبه بالرجال والتشبه بالرجال ممنوع أفهمت؟ على أن بعض آهل العلم يحرم أخذ المرأة من شاعر رأسها مطلقا إلا في الحج والعمر ويجيب عن فعل أمات المميزة رضي الله عنهم بأنهم نفعلن ذلك إظهارا لكونهن لا يصلحن للزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن كثرة الشعر ووافرة الشعر وطول الشعر من الأمور التي تعد جمالا للمرأة لكن على كل حال هذا التعليل فيه نظر والأقرب النذار أنه يجوز لها ما لم يكن قصها على وجه مشابه للمساء الكافرات أو مشابه للرؤوس الرجال نعم